أما ما يعدس من داعش ده ده مش ده مش فكرة خلص يا واقل ده رهاب دموي الله اللي بيطع رابط واحد ده وبيقتله مفيش أي شريعة في الدنيا لا يهودية ولا مسيحية ولا إسلام ولا بوزية بتوبيح القتل ده من حيث المبدأ ربنا حرم الدم في كل شي حتى في الفلسفات البشرية فكر البشر ما فيش حد أي ده القتل والدبع بهذه البشاعة ده فكر يحارب بالدبابات لأنه هو بيمسك السلاح طيب يبقى القضية التانية اللي بننشغل فيها وتلاقي عنوين كثيرة ومختلفة وهي قضية البخاري أو التشكيك في بعض الأحاديث والحياة دي بتستنزف المجتمع وعشناها كثيرا يعني لكن كمان كانت بتحتل الصدارة في عنوين المشهد في الأيام القليلة الماضية مش الحكاية برضو بالزبط الإعلام لقى موند يهيص فيه بس منتعال الإعلام لقى شوية بتاقى لا بس مش الألم انت لقيت مؤسسات دينية انشغلت لقى عاركة انت عارف العاركة اللي كانت عندنا في البلد الزمان أول ما تشوف دبوس قاعلتين يطلعوا على بعض كده بالعص يضرقوا بعض ودبوس تلاقي الضحايا تحت كتير وخبطوا في بعض واخد بالك ده عاركة ده عاركة أنا شايف ان ده مظهر من مظاهر التخلف الفكري في مصر أنا لا أرى ان ده فكري على إطلاق خالص إطلاقا وغير متعاطف معاه ده البعض بيعمله تحت شعار تجديد الخطاب الدين وبقولك مش الرئيس السيسي دعا لتجديد الخطاب الدين هو بقى مليونية لخلع الحجارة هو الرئيس السيسي إعادة تنقيط الأحاديث قال لهم اتخنقوا ويمسكوا عصي ومع بعض ونزلوا الشارع الراجل بيقول واجه كلمته للشيخ الأزهر قال له انت أمام الله ما قالوش انت أمامي انت خدت بالك قال له يا فضيلة الإمام انت أمام الله مسؤول بيحمله المسؤولية قدام ربنا فهو راجع اللي جاءت الاقتصاص وبعدين عايز أقولك حاجة الدين المتطرف لا يرشده إلا دين مستنير دين برضو آه دين مستنير شوف مش ليبرالية تتخلى عن الدين لا 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 مش غوائية كمان وعشوائية لا 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 الدين زي الحرية مش عين هكونا بنقول الحرية عيوب الحرية تعالج بمزيد من الحرية اه اخطار الحرية تعالج بالمزيد من الحرية بالمزيد فاحنا بنقول برضو الدين المتطرف انا الدين الإرهابي ده منيش دعوا بيه الدين الإرهابي ده خرجوا برا الموضوع انا بتكلم على الدين المتشدد بلاش المتطرف الدين المتشدد لا يرشده إلا دين مستنير وسطي واعي ولابد أن يكون رجال الدين شركاء في هذه المهمة أنا مش أجيب واحد علماني ضد الدين أساسا فكره ثوابته خلفياته الفكرية هي كده قضية الدين دي عنده قضية مفكاكة كده زي الوردة عايز يفكك الوردة طب بعد الوردة هيقول لك طب فين الوردة هيقول لك طب فين ربنا يا سيد إذا كان ربنا ودين المناطق دي كلها والأخرة والعذاب القبر وكل الكلام ده كله مفيش شواهد لي طب نعمل إيه بقى هطلع لهم واحد ميت وقول لهم شفت إيه نك هتعمل إيه هجيب لهم الأخرة من إيه ربنا سبحانه وتعالى الناس عرفتوا بالشواهد هو حد شاف ربنا حتى الأنبياء سيدنا موسى لما أكلم ربنا سبحانه وتعالى عايز أقول لك إن دي خضايا جزء أصيل جدا من الأديان جزء متافيزيقي غيبي ولابد أن يحترم يحترم إنما عايز تحطه تحت مبدأ التجربة والخطأ والعلم والبتالي يدخل بقى في السجال إلى مال نهاية وبرضو الناس اللي اصطرحوا القضايا دي ماتوا وتحزبوا في القبور وقالوا لناش إيه اللي حصل لهم جماعة الإخوان بدأت تستغل ده يا سيس فاروق وتقول شفته كنا ندافع عن الإسلام وها هو الإسلام ينهار ويتعرض للهجوم في ظل سلطة تلاتين ستة وفي ظل سلطة الرئيس السيسي بيستغلوا قضايا الدعوة لخلع الحجاب والهجوم الشديد على صحيح البخاري والأحاديث النبوية أقول لك يا وائل الشعب المصري ده متدائب بالفترة قبل ما يطلع ما ييجي الأنبياء هو كده قبل الأنبياء المصريين آمنوا بالتوحيد خدماء المصريين هو تركبته كده وقبل ما ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن أو الأناجيل أو التوراة عذاب القبر والآخرة هم جاهزوا نفسهم للآخرة خادوا الأكل معاهم وخادوا الشرب وخادوا مباهج الحياة وحطوها في مقابر آه مؤمنين من بعد وعايزي أكبر أكبر شواهد في تاريخ المصريين مقابر خدماء المصريين مقابر الآخرة حساب القبر وكان عندهم أفكار سبقى للأديان السماوية فالشعب المصري ده بالفطرة الدين جزء أصيل جدا منه ويخطئ من يتصور وده مش خطأ الدين في قوته الحقيقية قوة دفع وقوة بناء وقوة رحمة وتخيل أنت البشر بقى دولا بكل الدم اللي فيهم ده وكل القتل والإرهاب اللي هم عايشينه النهاردة والحروب اللي موتت في أوروبا ستين مليون في الحرب العالمية التانية ومش عارفها في اتنام كام وفي البوسنة كام كل ده وفي العراق كام وأفغانستان كام تخيل دولا لو ما كانش تحذرات السماء ليه تخيل دولا لو ما كانش الأديان بتنهي عن الفحشاء والمنكر والقتل وابا والأخ كان الإنسان بقى إيه إلى أي مدى توحش لو لم يكن هذا الرادع الديني داخله وضميره اللي بيحسبه وبقوله أنك أنت هتحاسب كان بقى مصير البشرية أيه النهاردة ما إيه حتى تتحول إلى الأغابة بالضبط كده جزء مما بنته البشرية كان بدافع الإيمان مش بدافع الأديان أنا بفرق بين الإيمان والأديان الإيمان درجة أعلى من الانتساب إلى دين الإيمان إيمان بفكرة إيمان بالرحمة إيمان بالعدالة إيمان بالحرية دي كلها مناطق إيمان دي كلها مناطق كل ضحايا الحريات في العالم كانوا ناس مؤمنين بالحرية كل ضحايا العدالة اللي دفعوا عنها ضد حكام ظلمة لصوص كانوا بيدفعوا عن قيمة عظيمة كل الرموز العظيمة في تاريخ البشرية دي كلها هتعدهم هتلاهم كانوا مؤمنين بخضايا عاشوا من أجل هذه الخضايا فعايز أقول لك الإيمان جزء مؤصل في الشخصية المصرية طبعا أنت عايز تهدموا المصلحة مين عايز الإخوان يتجروا به أهم تجروا به وفشك فشلت التجربة وقدمهم مئة سنة عشان يستعيدوا ما فقدوا في الشارع المصري محنة الإخوان الحقيقة دلوقتي لا مع السيسي ولا مع الجيش ولا مع النظام محنة الإخوان الحقيقية مع الإنسان المصري فقد سيخة خلاص فقد سيخة خلاص انتهى انتهى الإخوان أصبحوا جزء من التاريخ